حصلت مشكلة في الفيسبوك ان هو عمل تسجيل خروج لجميع الحسابات على الفيسبوك في العالم كله طبعا فيه 90% من الناس ما يعرفوش كلمة المرور او الباسورد الخاص بحسابتهم السلام عليكم في الميديو ده هنتعلم طريقة استرجاع الفيسبوك بعد انسيان كلمة المرور بعد اغلب الناس حصل فيه مشكلة فيه سيرفرات الفيسبوك فظهرت لهم الرسالة دي مجرب ما يجي يفتحهم حسابتهم على الفيسبوك اللي هي لا يمكن تسجيل الدخول حدث خطأ غير متوقع يرجى محاولة تسجيل الدخول مرة اخرى ده حصل فيه الفيسبوك بسبب وقوع سيرفرات الفيسبوك طيب دلوقتي بقى في ناس عمل تسجيل خروج ومش عارفة تعمل تسجيل دخول لانها نسيت الباسورد الخاص بيها سوايا كان ظهرت لك الرسالة دي او ما ظهرتكش دلوقتي هنتعلم ازاي تقدر تسترجع كلمة المرور الخاصة بحسابك على الفيسبوك يلا بينا كان نبدأ الشرح لكن ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب ويلا بينا تعالوا بنا كان نبدأ مع بعض اول حاجة بتعملها بتفتح الانترنت عندك او جوجل كروم من عن طريق التليفون بتاعك عادي جدا افتح عندك الانترنت وبعد كده بتدخل تسجل على طول على الفيسبوك بتكتب في عنوان اليوريل فيسبوك او اف بي بس بعد كده بتفتح معاك الصفحة اللي قدامك دي كده من هنا بتضغط عندك على كلمة هل نسيت كلمة السر اضغط عليها ضغطة وهقولك هتعمل ايه بعد كده بقولك ابحث عن حسابك سواء كان برقم الهاتف بمحمول او عن طريق العنوان بريد الالكتروني طبعا مش محتاج الطريقة دي خالص او مش محتاج النقطة دي فطبعا انا فتحت من الانترنت هحاول كده اخرج معاكم وافتح معاكم من على جوجل كروم طبعا ظهر للصفحة اللي دي على جوجل كروم عادي جدا طبعا عملت سكاب للوقت بتاع الفيديو علشان ما اطولش عليك بضغط عندي على هل نسيت كلمة السر وبضغط عندي على كلمة البحث باستخدام بريد الالكتروني او اسمك بدلا من ذلك دي اهم حاجة تظهر لك عندك في الصفحة بتاعتك على جوجل كروم اضغط على كلمة البحث بدلا عن طريق كلمة البريد او استخدام اسمك بالكامل هنا بقى بتبدأ تكتب اسمك بالكامل هنا هكتب اسمي زي ما انت شايف كده انا كتبت اسمي بس كل علي بس بضغط عندي على كلمة بحث المهم تكتب اسمك لو الاسم بتاعك مزغرف على الفيسبوك مش هتعرف تسترجع حسابك ده اده ابدا دي عند من مشاكل استرجاعك المرور لحسابك على الفيسبوك مش هتعرف تعمل استرجاعك على حسابك لو الاسم بتاعك مزغرف خلي بلك من المقطة دي كلي علي بس بضغط عندك على كلمة بحث هيزهر لك طبعا قائمة الاسامي اللي قدامك بالشكل ده كده انت دور على اسمك ولو اسمك مش موجود من ضمن القائمة دي كلي علي بس بتقوله هنا انا لست ضمن هذه القائمة يبقى أنا بدور كده على اسمي هدور أنا مش موجود طبعا أنا ضغط عندي على كلمة أنا دسته ضمن هذه القائمة طبعا هنا بيقولك اسمك أحمد علام ماشي لمساعدتنا في الحصور على حسابك العصور على حسابك عفوا يرجى ادخال الاسم كامل لأحد أصدقائك تشوف أحد من الأصدقاء اللي عندك واحد قاعد جنبك مثلا صاحبك بتاعه هو أنت أكيد ضيفه عندك على الفيسبوك اكتب بس اسمه هنا بالكامل طبعا أنا كتبت اسمه صاحبي على الفيسبوك كل علي بس بضغط عندي على كلمة بحث وببدأ أدور بقى هل فعلا في الحساب بتاعي بقولك لا ينتج عن البحث اللي إذا أجريته أي نتائج يرجى عادة المحاولة باستخدام معلومات أخرى هكتب اسم صديق تاني لي وزي ما انت شايف كده ظهر صورتي هنا في ضمن القائمة اللي ظهرت لي طبعا بضغط على أي صورة من الصور دي على سبيل المثال هروح عندي على حساب الأولاني زي ما انت شايف هضغط عليه ضغطة كده وبعد كده باستنى لحد ما يوجهني على صفحة بقى ان هو يعرفني الإيميل ويعرفني كمان رقم التليفون اللي مربوط بالحساب بتاعي أي باسورد محتاج رقم تليفون أو محتاج البريد الإلكتروني أي حساب على الفيسبوك انت تعمله انت محتاج الحاجتين دول فأنا انت الأول بتضغط عندك على اسمك أو اسم الحساب بتاعك هنا هيقولك هل هذا حسابك قوله نعم ومتبع هتستنى شوية يفتح الصفحة اللي قدامك دي كده بقولك سنرسل لك اللي هو على البريد الإلكتروني اللي قدامك ده طبعا انت بتدور على البريد الإلكتروني أوله وإيه آخر حرف اللي هو رقم أو نمبر تو تمام بضغط عندي على كلمة متابعة وبعد كده بيبدأ يبعد الكود على البريد الإلكتروني على طول هيوصلك على التليفون بتاعك طيب وانا افترض انك ما عندكش أي بريد إلكتروني بتقوله هنا اجرب طريقة أخرى اضغط عليها ضغطة كده وبعد كده بقولك إرسال عبر الواتساب ولا عبر البريد الإلكتروني ولا رمز اسمس زي ما انت شايف بقى أو انت تحب برحتك خالص على سبيل المثال ان انا هقوله هنا ابعتلي عبر الواتساب بتضغط عليها ضغطة كده وتقوله هنا متابعة هتستنى شوية لحد ما يبعت لك رقم الكود بتاعك أو رمز الأمان على الواتساب وبعد كده انت بتنسخه من الواتساب بتحطه هنا هم مكون من 6 أرقام طيب وانا افترض ان اعجش بردو الواتساب او مش رابط الوقع الرقم بالواتساب اضغط عندك على تجربة طريقة أخرى وبقوله هنا اعادة المحاولة طبعا تتجرب من جديد وبعد كده بتبعت الرمز عن طريق اسم اس ودي الطريقة الوحيدة والرسمية اللي تقدر تسترجع بيها البسورد الخاص بحسابك على الفيسبوك كده نشرح انتهى أتمنى يكون اشتراح عجبك ياريت نهساش دعمني بلايك وسبسكرايب ولو حتكت اي حاجة اتوصل معك في التعليقات هرد عليك ان شاء الله دمتم بخير سلام اشتركوا في القناة